عوائق عدة تواجه وزيرة الخزانة الأمريكية جاني تيالين في زيارتها إلى الصين المسؤولة الأمريكية في مهمة تسعى من خلالها إلى تحقيق الاستقرار في علاقة متصدعة بين واشنطن وبيكين أكبر اقتصادين في العالم خلال اجتماعات مهمة مع كبار المسؤولين السياسيين والاقتصاديين الصينيين دعت يالين إلى ما وصفتها بالمنافسة السليمة مع الصين معربة عن الأمل في عدم ترك الخلافات تتسبب في تدهور غير مجد للعلاقات بين واشنطن وبيكين يمكن للتبادلات المنتظمة مع نظرائنا الصينيين أن تساعد في التحكم بالمخاطر الاقتصادية والمالية ويمكن أن تساعد في تهيئة الظروف لعلاقة اقتصادية صحية بين بلدين أعتقد أن هذا مهم بشكل خاص في الوقت الحالي حيث يواجه الاقتصاد العالمي رياحا معاكسة الوزيرة الأمريكية أوضحت أن فك الارتباط عمليا بين أكبر اقتصادين في العالم مستحيل وسيؤدي إلى زعزعة الاستقرار العالمي لقد أوضحت أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى فصل شابل لاقتصاداتنا وسيؤدي فصل أكبر اقتصادين في العالم إلى زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي تأتي تصريحات يالين في وقت يدعو سياسيون أمريكيون منذ أشهر إلى فك الارتباط بين الاقتصادين لخفض اعتماد واشنطن على الدولة الأسيوية وسط تصاعد الخلافات الجيوسياسية ولعل ذلك ما برز مؤخرا من خلال التحرك الصيني بفرض قيود على تصدير معدنين أساسيين يدخلان في صناعة أشباه المواصلات والسيارات الكهربائية الخطوة التي من شأنها إحداث اضطرابات جديدة في سلاسل التوريد في المقابل تظهر أحدث البيانات علاقة تجارية قوية بالأساس انتعشت في عام 2022 بعد خمس سنوات شهدت اضطرابات ناجمة عن حرب تجارية وجائحة كورونا ترجمة نانسي قنقر